عايز احكي لكم عن بلد بلد حال المواطن فيها النهاردة كالآتي وفي الآخر هقولك اسم البلد هذا المواطن اللي عايش في هذه البلد اللي احكي لكم عنها لا يستطيع ان يصرف الا رغفين عيش فقط في اليوم طول اليوم ولازم يقف طابور طوله عدة كيلومترات هذا البلد انهارت عملته فجأة في خلال اسابيع معدودة اللي كان معاه ما يوازي الف جنيه بقى معاه عشرة جنيه هذا البلد لا يوجد فيه كهرباء ولا ماء والطرق كلها مقطوعة هذا البلد يدخل فيه الدولار صباحا ثم يتحرك زهرا لإحدى البلاد المسيطرة على هذا البلد هذا البلد قام احد المواطنين فيه صباح هذا اليوم وفي شارع رئيسي منتحرا وهو في الخمسين من عمره وارفق بنفسه وهو بينتحر اطلق على نفسه رصاصة انه هو غير مدام في اي اتهامات وجايب شهادة اللي هي الفيش والتشبيه بتاعه بيقول انا مش كافر لكن الجوع كافر هذا البلد ستين في المية من سكانه تحت خط الفقر اي ان دخل المواطن فيه يقل عن خمسة وثلاثين جنيه احدثكم عن لبنان لبنان باريس الشر لبنان اللي كانت حلم لكل مواطن عربي ان يقيم فيه لبنان لما نحب نشوف الافلام الجميلة نشوف اللي تصور فيه لبنان لبنان فيروز لبنان وديع الصافي لبنان لبنان للأسف دخل دوامة كبيرة جدا العالم كله يرفض مساعدة لبنان بسبب سيطرة حزب او طائفة على مقاليد الامور في البلاد الدولار بيدخل بيروت يذهب الى سوريا ومن سوريا الى ايران لبنان لا توجد لديه ارادة سياسية لان هناك دول باتت تتحكم فيه لك الله يا شعب لبنان معايا على التليفون الخبير الاقتصادي اللبناني استاذ باسل الخطيب عبر الانترنت مساء الخير استاذ باسل مساء النور استاذ حمد علي انا احزني حادثة انتحار احد المواطنين اللبنانيين صباح اليوم في شارع الحمرة وده مؤشر خطير وجرس انذار لكل مواطن لبناني واي حد بيدير المشهد في لبنان هل تتوقع تكرار مثل هذه السيناريوات ما هي الرسالة اللي حاب يبعثها هذا المواطن المنتحر يعني صراحة كتير حلوة المقدمة ومؤثرة اللي عرضت حضرتك في بداية هذا الاتصال وهذه الحالات يعني هو عم بيوصل رسالة انه نحن ما بقى فينا نعيش ما بقى فينا نعيش بهذه الطريقة بيكفي كل اللي عملتوا فينا يا ايها السياسيين الفاسدين بيكفي استزلمتوا يعني خليتوا كل الشعب يكون تابع لالكن لحتى توصلوا للحكم وتعملوا اللي انتوا بتكون ايه وصراحة اكيد انا بتوقع مزيد من هذه الحالات الانتحار وهي بديت بديسمبر يعني هاي دي مش اول حالة انتحار حالات الانتحار صارت صراحة بديسمبر الماضي من حوالي سبعة شهر فالوضع كتير مأساوي وانا بتوقع مزيد من حالات الانتحار ومزيد من حالات الاكتئاب ومزيد من حالات الفقر والجوع بلبنان لبنان ما بيستهل هالحالات صحيح النهاردة الجمعة شايف المشهد ازاي الاقتصاد السياسي هل الحكومة هتقدم استقالتها ولا حزب الله برضو لا يزال يراوغ ويصر على بقاء ممثلوا في الحكومة لا حضرتك عطيت الجواب هو بالشق التاني من جوابك يعني الحكومة ما رح تستقيل وحزب الله مستمر واكيد هو مستمر بهذه المراوغة وهو مستلم البلد وعم يعمل البدوية بالبلد ونحن ملاحظين يعني انه في فريقين هن اللي حاكمين بهذه الحكومة هن فريق حزب الله وفريق الرئيس رئيس الجمهورية وهو التيار الوطني الحر التيار الوطني الحر بيسكت لحزب الله عن سلاحه وحزب الله بيسكت لفريق الحاكم الرئيس الجمهوري والتيار الوطني الحر عن استمرار بالحكم ومزيد من الصفقات التي تشوبها ويشوبها الفساد توقعاتك إيه؟ يعني الموقف هيظل متأزم كده إلى مالا نهاية ولا ينبغي أن تكون هناك انفراجة وشايف بداية الانفراجة فين يعني؟ لا أكيد الموقف مش رح يظل هيك مستمر إلى مالا نهاية لا نحن اليوم ما فيني أقول لك أنه نحن نقترب من الانهيار نحن في عين العاصفة ونحن في الانهيار ولكن يعني مثل واحد عم يمشي يمكن أصيبت إجره اليمين صار أعراج بعد شوية تصيب إجره الشمال يعني نحن بيصير مشلول لبنان إذا بعد كمل بهذا ما بيقدر يمشي فنحن اليوم اللي عم بيصير أنه الأزمة عم تكبر عم تنفجر الأزمة أكتر لحتى يصير فيه انفراجة بس هالانفراجة كيف بدأت تصير؟ أكيد هذا شيء ما أنه مخطط لأله أنه يصير هيك نحن اليوم قد ما عم تكبر الأزمة قد ما نحن رح نقول رح نشوف في عنا تظاهرات أكتر وعنا حالات مأساوية أكتر وعنا انتفاضة وثورة أكتر ولذلك من ثم طبعا رح تكون ملزمة ومجبورة الحكومة على الاستقالة يعني إذا اشتدت الأوضاع أكتر من هيك رح تكون مجبورة الحكومة على الاستقالة علما أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها حتى لا تستقيل لأنه الرئيس الحكومة ما بده يستقيل ولأنه حزب الله يلي هي الحكومة لأله كمان ما بده هالحكومة تستقيل ولأنه تيار رئيس الجمهورية ما بده الحكومة تستقيل لذلك هنه ما رح يستقيله بالسهل فبده يصير فيه بعد تضحيات كتير من الشعب اللبناني ومطهرات وانتفاضة وثوار وإقفال ويمكن عسيان مدني لحتى لتسقط هذه الحكومة يعني نرى الخبير الاقتصادي اللبناني أستاذ باسل الخطيب الوضع في اللبنان وعايزين نبص للقطة دي أنا هنا مش جايب لك نموذك دولة مرت بصورها يعني مش هقول لك إيه بص على مصر فبص على شوف ليبيا شوف سوريا شوف اليمن خالص أنا بشكرك أستاذ باسل الخطيب الخبير الاقتصادي اللبناني لكن أنا جايب لك نموذك دولة قاعدة عادي زينا ما كانش فيها لصورات ولا الكلام لكن نموذك دولة قائم على الطائفية حاجة كده باللغة السياسية العربية اسمها المحاصصة يعني إيه انت لك حصة لبنان 16 طائفة في مسلم سني في مسلم شيعي في مسيحي ماروني في 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 الاخير الستاشر طائفة دول متقسمين ده لي البرلمان ده لي الوزراء ده الكلام عايزة أقول لك ان بقى في حزب لو حزب الله هو الوحيد وده شيعي مسلم شيعي تابع لإيران إيران اللي زرعه هو المسيطر وبيخضع لبنان بإمكانياته بمقدراته بشعبه بصرواته بحدوده داخل الحزب لماش هده بيفكرك بحاجة عندنا ان في دولة كبيرة بتاريخها مصر وسبع تلاف سنة ومئة مليون وثقافة وووو كان مطلوب انها تدخل ايضا داخل عباقة جماعة عمر ما ينفع وطن يدخل جوه طيار الطيار بيبقى جزء من الوطن مفيش حاجة اسمها ستعاني طبيعة الاشياء لكن الوضع للأسف شديد المأساة في اللحظة دي يعني ربنا طبعا يلطف بأهلنا في لبنان ويبقى الحمد لله على نعمة الوطن ان تذهب الى بيتك آمنا ان تصحوا صباحا وتذهب الى المخبز تجيب عيشك تذهب الى محطة البنزين تلاقي البنزين ما بقولكش كل الحياة زي الفل في بلد بصر بس بالله انا بشوفه في المنطقة لا علي ان انا احمد النعمة اه في حاجات بننتقدها وبنتكلم عليها بنتكلم عن الحريات بنتكلم عن سجناء الرأي بنتكلم بمنطقة الصراحة في ده عشان ما حدش بس يزايد على اللي انا بقوله لكن ده لا يجعلني ان انا انكر ان انا بعيش النهاردة في وطن امن وان الميت مليون بيجدوا وطن يحميهم وبيجدوا ايضا طعام يكفيهم ربنا يحفظ كل الاوطال العربية تعالوا بقى